موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام استفتاء استقلال مثير للجدل في كردستان العراق ثم سعي كتالوني نحو الانفصال في إسبانيا وحديث عن قاليم ومناطق أخرى مرشحة للانفصال في إسبانيا وغيرها من الدول حتى وقبل كل هذا حراك انفصالي حدث في شرق أوكرانيا وبعد كل هذا حديث عن حراك انفصالي جديد محتمل في غربها ما الذي يحدث عالميا وهل تصل عدوى الانفصال فعلا إلى مناطق أوكرانية أخرى أسئلة أطرحها وأناقشها مع ضيف حلقة اليوم من برنامج الضيف السيد ميخايلو الألاندارينكو الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أهلا بك سيد ميخايلو شكرا هل هي بالفعل عدوى تنتشر بين دول العالم كردستان ثم كتالونيا وحديث عن مناطق وأقاليم أخرى في إسبانيا ومخاوف أوروبية من انتقال العدوى إلى مناطق أوروبية أخرى بحسب بعض المحللين وهناك أيضا مؤخرا حديث عن منح منطقة زكرباطيا حق تقرير المصير حديث مجري هل هي بالفعل عدوى؟ ما رأيكم بهذا؟ هي ليست عدوى أعتقد أنها رغبة في الانفصال رغبة في استقلال بعض الدول فالقيادة تقول أنها عدوى أما المناطق التي تريد الانفصال تقول أنها رغبة في الاتصال في تقرير مصيرهم طيب هل هناك ما يميز ما يحدث الآن في كردستان العراق عن ما يحدث في كتالونيا عن ما حدث في شرق أوكرانيا كيف تختلف هذه الأوضاع عن بعضها؟ هناك فرق كبير قبل عدد سنوات صرحت تركيا بأنها ستتدخل عسكريا في كردستان العراق في حال إذا تم إعلان الدولة في كردستان العراق الدولة العراقية هي أيضا تقول أنها ستتدخل هناك مخاطر للتدخل فوضع كردستان العراق وضع صعب جدا أما كتالونيا فقد أعلنت هذه الدولة هذه المنطقة عن استقلالها ولكن في دريق مصدود لأن مدريد العسمة الإسبانية قالت أنها لا تعترف بنتائج الاستفتاء وكتالونيا القيادة الكتالونية اعترفت بها ولأن القيادة الكتالونية لا تعرف ماذا تفعل طيب ولكن هنا أنت تتحدث عن أمور متشابهة بين كردستان العراق وكتالونيا وهو رفض دول الجوار أو حتى إسبانيا لنتائج هذه الاستفتاء أنا قصت بسؤالي موضوع الاختلافات التي تدفع هذه المناطق نحو استفتاء الاستقلال يعني بعبارة أخرى كردستان تحكمها أو توجد فيها أقلية أو عفوا يوجد فيها الأكراد وهم موجودون في هذه المنطقة ولديهم لغة ولديهم عادات ولديهم ثقافة ولديهم تاريخ في هذه المنطقة فلماذا يحدث في هذا التوقيت بالذات عالميا الحراك الانفصالي؟ من الممكن أن كل شيء بدأ في سنة 2014 عندما تم استفتاء الانفصال في إسكنلندا قبل ثلاث سنوات ولكن الفرق بين هذا الاستفتاء واستفتات أخرى أن لندن أعلنت أنها سمحت بإجراء هذا الاستفتاء المسل الأخرى أن الإسكنلاديين القومين فاشلوا في الاستفتاء ولكن ذلك الاستفتاء كان أجرى بسماح من الحكومة المركزية في لندن أما الاستفتاء في كاتلونيا فهو لم يجرى بإذن من السلطات الإسبانية المركزية إذن الاستفتاءات تقصد أن اختلافات بين الماضي والحاضر هي موضوع الموافقة موافقة الأطراف المعنية مثلا العراقي لا يوافق كردستان على استفتائها أو تطلعها نحو الاستقلال هذا ما قصدته؟ نعم ولكردستان العراق هناك صلاحيات واسعة صلاحيات استقلالية واسعة أكبر من صلاحيات كاتلونيا مثلا فوقت الحرب ووقت صدم حسين كانت كردستان العراق دولة شبه مستقلة أما كاتلونيا فإنها جزء لا يتجزم من إسبانيا تاريخيا تاريخيا نعم طيب لننتقل إلى الملفة الأوكراني والشأن الأوكراني فيما يتعلق بموضوع الانفصال الانفصال بدأ حراك انفصالي في شرق أوكرانيا في 2014 وهناك حديث عن حراك انفصالي محتمل في غرب البلاد كيف تنظر إلى ما حدث وقد يحدث؟ ما حدث في شرق أوكرانيا قبل ثلاث سنوات لم يكن استفتاعا فعالا إنه كان استفتاعا مصطنعا لأن روسيا من الذي استنعه؟ روسيا هي التي أشل شراط الاستفتاعات شراط التمرد في شرق أوكرانيا ولو لم تعمل روسيا ذلك لم يحدث حدثت هذه الحرب نعم ومت معرفة نسبة التأييد لحزب أحد القادر المتمردين في القرم حزب الوحدة مع روسيا كان أربع في المئة فقط هذا يعني أن موزم سكان القرم اليوم لم يريدون الانفصال عن أوكرانيا والانضمام لروسيا ولكن روسيا استخدمت الأزمة في أوكرانيا الأزمة السياسية وتداخلت عسكرين إلى القرم لذلك قالت أن ذلك الحراكة كان من قبل سكان القرم ولكن لم رأيس كذلك هل هذا يفسر تحول أوكرانيا إلى الحديث عن مواجهة مع مسلحين روس ومع روسيا على الأراضي الأوكرانية في شرق أوكرانيا في حين كانت الحديث في البداية عن مواجهة الانفصال هل لأن أوكرانيا والأوكرانيون يعني وعوا أن ما يحدث ليس حراك انفصالي وإنما غزو؟ أوكرانيا تقول أنه غزو بالنسبة للقرم نعم صحيح أما روسيا فتقول أنها رغبة في تقرير مصير شعب القرم ولكن ليس هناك فكرة تقول أن هناك شعب قرم شان شعب قرم؟ هناك روس وتتر وأوكرانيين كلهم كانوا يعيشون بسلامة أما كلمة شعب قرم فليس لها معنى طيب إذا انتقلنا إلى موضوع الغرب الأوكراني هناك حالة قلق أوروبية وتحديدا في المجر من قانون التعليم وهناك مطالب في المجر بمنح منطقة زكرباتيا في غرب أوكرانيا حق تقرير المصير أليس في هذا حراك انفصالي؟ أليس في هذا تطلع نحو انفصال هذه المنطقة على الأقل من قبل المجر؟ لا الأمر ليس كذلك لا يمكن أن نقارن الوضع في شعب أوكرانيا والوضع في زكرباتيا في غرب أوكرانيا لأن دولة المجر ليس لها أهمية ليس لها وزن من الوزن الروسية لا تستطيع التدخل بالحجم الذي طعمت به روسيا أبدا مع أن المجر هي عضو في حلف النيتو ولكن هي لن تدخل في غرب أوكرانيا نسبة المجر الذين يعيشون في منطقة زكرباتيا خمسة عشر في الممية فقط خمسة عشر في الممية في زكرباتيا كلها أما في أوكرانيا فإنهم مئة ألف أو مئتين ألف الأقلية هي قليلة جدا فلماذا تعارض المجر قانون التعليم الذي يؤكد أو يشدد على أهمية أن تكون اللغة الرسمية في كل المدارس الحكومية الأوكرانية هي اللغة الأوكرانية لماذا تعارض المجر هذا القانون بهذه الشدة؟ المجر الذين يعيشون في أوكرانيا هي أقلية ناشدة جدا وكان وزير الرئيس الوزارة الأوكراني فيكتور أوربان قبل عدة سنوات كان سياسيا قوميا جدا وهو الذي كان يدعو إلى إجراء انفصال إجراء استفتاء وإنفصال المجر عن أوربانيا نعم ونشير إلى أن هذا السياسي فيكتور أوربان كان يتصادق مع رئيس الروسي فالذلك كان هناك حراك مشترك روسي ومجري من أجل إجراء استفتاء في زكرباتيا طيب ولكن إذا عدنا إلى القانون بحد ذاته أليس تخوفاً يعني أليس القانون هدف القانون هو تخوف أوكراني غير معلن من أن تتجه مناطق أوكرانية أخرى إلى الانفصال؟ أوكرانيا الآن نعم هي تتخوف من إجراء استفتات مماثلة مثل كان استفتاء بالقرم وفي منطقة دونباس كان هناك أيضاً استفتاء لصالح الاندمام إلى روسيا والانفصال عن أوكرانيا نعم أوكرانيا تتخوف ولكن تتخوفها ليس قوي لأن منطقة زكرباتيا لا تتأثر بما تفعله بما تعلنه دولة الماجر أضف إلى ذلك ربما أن الأحزاب اليمينية والأحزاب القومية وجودها الرئيسي هو في مناطق غرب أوكرانيا وبالتالي الحديث عن تتوق نحو الانضمام إلى دول أوروبية غير موجود أليس كذلك؟ غير موجود لأننا نشاهد ظاهرة ممتعة وشائقة جداً هناك تصادم مصالح الأحزاب اليمينية الأوكرانية والأحزاب اليمينية المجرية في منطقة زكرباتيا ومن سيكون المنتصر أعتقد أن أوكرانيا القوات اليمينية الأوكرانية ستنتصر على القوات اليمينية المجرية ولكن هذا الخلاف ليس عسكرين إنه خلاف فكري ولكن بالعوضة إلى موضوع اللغة أوكرانيا الآن في تشديدها على أن اللغة الرسمية والوحيدة في أوكرانيا التي يجب أن تكون في جميع المدارس والمؤسسات التعليمية هي اللغة الأوكرانية هو يأتي بشكل أو بآخر في إطار تخوف قد يحدث في المستقبل لكي يبقى الناس مرتبطين بأوكرانيا لغة وجغرافيا ومستقبلاً أي ليس كذلك؟ إذن العدوى محتملة صحيح اللغة الأوكرانية وهو أمر صحيح لأن كل ناس الأوكرانيين مهما كانت أرقيتهم يجب أن يمارسون عمالهم الدولة باللغة الرسمية مثلاً الباسفورتات لازم يكون باللغة الرسمية واللغة الوكرانية ومحادثات مع المسؤولين وكل شيء يجب أن يكون باللغة الرسمية الأوكرانية أما استخدام اللغة في البيت في المنازل فليس هناك أي مشكلة بأي لغة يتكلم الناس مثلا هناك جالية أوكرانية كبيرة في الكندا يتكلمون في البيت في المنزل بالأوكراني أما علاقاتهم بالدولة هي باللغة الإنجليزية هناك جالية إيطالية بالأرجنتين الإيطاليين هناك يتكلمون الإيطالية ولكن علاقاتهم بالدولة هي باللغة الإسبانية فليس الأمر باللغة المنزلية الأمر هو باللغة الرسمية طيب هناك مقولة تقول أن اللغة هي وعاء الثقافة فهل هذا يصب فيما تريده بالضبط أوكرانيا الحفاظ على مكونها المجتمعي من خلال الحفاظ على وحدة اللغة لكي يفكر الجميع في أوكرانيا حتى ولو كانوا أقليات مجرية وغير مجرية لكي يفكروا باللغة الأوكرانية وهذا يحافظ على وحدة الفسيفوساء الأوكرانية وأنا لا أقول كلام من عندي أنا أقول كلام كان قد قاله الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يوشينكو هل بالفعل أوكرانيا تريد الحفاظ على بيتها الداخلي من خلال الحفاظ على وحدة لغتها؟ أوكرانيا تريد أن تحافظ على بيتها الداخلي واللغة الأوكرانية ولكن أوكرانيا في نفس الوقت تريد أن يبقى هناك شعوب من أثنيات مختلفة لأن الأمر ضبيعة الحال لا يتعارض نعم نعم الدولة التي هي توحد الناس بشكل قسري ليس الدولة الناجحة أما أوكرانيا فتعلن اللغة الأوكرانية هنا لغة أسمية وتسمح للقليات بتطوير لغاتهم وثقافاتهم هذا شيء مهم جدا شكرا جزيلا لك شكرا لكم نشكر السيد ميخايل ألاندارينكو الكاتب الصحفي والمحلل السياسي كان معنا ضيفا على برنامج الضيف مشاهدين لكم مني أنصفون جلاق من فريق البرنامج أطيب التحية في أمان الله